مشاهدين الكرام وفي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو نتذكر معا عنف جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتهم لطمس الهوية المصرية نعم أميمة فتاريخ الثلاثين من يونيو سيظل تاريخا محفورا في ذاكرة المصريين الذين اتحدوا واستظلوا بعالم مصر وانتفضوا ضد قوى الشر والظلام وأعادوا للوطن هويته وكرامته فما هي إلا شهور قليلة تولت خلالها جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر كانت كفيلة لإظهار وجهها الحقيقي ولإثبات أنها لم تكن على قدر المسئولية أمام الله والوطن والشعب جرائم عدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية بحق مصر والمصريين ومن أبرزها التخابر مع جهات أجنبية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد إلى جانب غرف التعذيب في اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين بالإضافة إلى تهديد المصريين بالعنف والإرهاب ولكن القضاء المصري كان بالمرصاد صدرت أحكام راضعة بحق عناصر هذه الجماعة الإرهابية بسبب جرائمها المتعددة والتي من بينها الاعتداء على المعتصميين السلميين أمام قصر الاتحادية اعتداءات نتج عنها سقوط قتلى وجرحة من بينهم الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف وكان من ضمن هذه الجرائم على سبيل المثال للحصر اغتيال أبطال الشرطة في قسم كرداسة مرورا بأحداث رمسيس الأولى ومسجد الاستقامة وصولا إلى اغتيال النائب العام هشام بركات وغيرها من الجرائم التي هددت أمن المصريين وحينما استشرت جماعة الإخوان الإرهابية في إجرامها وغدرها كانت التضحيات الكبيرة من جانب رجال القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والأمان للوطن والتصدي للأعمال الإرهابية محققين في هذا الإطار نجاحات كبيرة في استعادة الأمن والاستقرار وإحباط مخططات قوى الشر منذ توليه مقاليد الحكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا عزم مصر على استمرار المعركة لاقتلاع جذور الإرهاب هذه الآفة التي تسببت في وقوع خسائر فاضحة على مختلف المستويات أوجبت مواجهة الإرهاب بحسم وقوة من خلال تبني استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد ظاهرة الإرهاب وتأتي القوات المسلحة بدورها المهم والبطولي لتنفذ عدة عمليات عسكرية ضخمة في شمال سيناء للقضاء على الإرهاب ولعل أبرزها العملية الشاملة والتي أصفرت عن نجاحات كبيرة في اقتلاع جذور الإرهاب ضبط عدد كبير أيضا من العناصر الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة كان من أولويات القوات المسلحة وأيضا إعادة الحياء إلى طبيعتها في شمال سيناء فضلا عن النجاحات المتحققة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة للخارج وفي مقدمتها الإرهاب هشام عشماوي إذن كانت جرائم عدة برهنت وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوى لغة العنف والترهيب كنهج حياة إلا أن هذا العنف الممنهج تحطم أمام إرادة الشعب المصري وتلاحمه مع قيادته الحكيمة وقواته المسلحة وشرطته الباسلة